مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ مع حضراتكم أسبوع جديد يعني وضحت فيه معالم رالي كاس العالم القاهرة داكار مشوارنا هيكون مع السنغال وسودة تيرانجا زي ما بسموهم قمة محمد صلاح وساديو ماني الحقيقة قبل القرعة كنت دايما بقول اللي عايز يوصل كاس العالم واللي عايز يلعب مع الكبار ما يهمهوش يواجه مين لكن إلى حد ما اتغيرت المعطيات دي بعد ما تابعنا المرحلة الأولى من بطولة أمم أفريقيا وشوفنا مستويات الفرق اللي هتنفسنا أو المنافس المحتمل بالنسبة لنا في مشوار كاس العالم ورغم الحقيقة تواضع مستوى الجزائر في بطولة أمم أفريقيا اللي أننا تمنيت أن احنا ما نقابلش الجزائر مطلقا لأنه الحقيقة الجزائر في مشوارها للحصول على بطاقة التقاهل لكاس العالم هتكون كالوحش الكاسر عشان تحاول تعود جماهيرها عن الإخفاق الشديد اللي حصل في بطولة أمم أفريقيا أما فيما يتعلق بالمغرب وفيما يتعلق بنيجيريا نيجيريا الحقيقة ما حبيتش أن احنا نكرر المواجهة لأنه على الأقل العامل النفسي ومطشوهم معنا في أمم أفريقيا هيكون ليه تأثير سلبي من ناحية المعنوية والنفسية وإحنا بنلعبهم المغرب في أفضل أحوالها ومقدمة بطولة محترمة وبالتالي قبل القرعة مباشرة تكونت بتكلم أنه الأنسب بالنسبة لنا تونس أو السنغال ليه بقول كده؟ ورغم من الاتنين طبعا منتخبات محترمة جدا ومنتخبات قوية جدا وما يغرقشوا برضو في النهاية مستواتهم في بطولة الكان الكان شيء وكاس العالم شيء تاني خالص على مستوى اللعيبة وعلى مستوى الجماهير وحتى على مستوى الأجهزة الفنية اللي كتير منهم عملوا زا كيروش بالمناسبة المدير الفني الغانة كان بيتكلم بعد الخروج المهين طبعا من دور المجموعات أنه أنا اتفقت مع الاتحاد الغاني على كاس العالم ما اتفقتش على بطولة أمم أفريقيا واعتقد جمال بالماضي في الجزائر نفس الحكاية وغيرهم 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 نظرت الأجهزة الفنية لبطولة أمم أفريقيا ما ترتقيش أبدا أنها تكون زي المرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم وده انطبق على كيروش برضو اللي بالمناسبة طبعا عنده مواجهة من العيار التقيل مع فريق فايق جدا 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 وهو كوديفور هدي مساحة مصر والسنغال وهنتكلم على المحطة الأخيرة في مشوار كاس العالم بس اللي بد أن احنا كمان نحط تعنينا على القريب الخطوة اللي جاية خطوة مين؟ خطوة الأفيال والأفيال الحقيقة ذكرياتهم معنا طويلة جدا وخصوصا في بطولة أمم أفريقيا وإحنا بنتكلم على مطش ومصر وكوديفور إن شاء الله اللي هتلعب يوم الأربع اللي جاي في دور الستاشر لازم الحقيقة السبعد 2006 والسبعد 2008 والسبعد 2010 وافتكر مشوار مصر في أمم أفريقيا 98 مع الجنرال الراحل الله يرحمه ويباش بشتوبة اللي تحت رأسه جنرال الجهري ليه؟ لأن المنتخب في بداياته وهو مسافر بطولة دي كان أشبه إلى حد كبير جدا بحال ووضع وإمكانيات منتخب مصر وما كانش حد من الجماهير ولا من النقاط ولا من المحللين ولا من الإعلام الرياضي متوقع من كتيبة الجهري سنة 98 إن هم يحققوا بطولة أمم أفريقيا وكان معاه منتخب أغلب عناصره من الشباب اللي خد بطولة شباب أفريقيا سنة 95 حزم إمام على عبدالسطار على أحمد حسن على عمارة على ياسر ردوان وغيرهم وغيرهم من الأسماء مدعمين ببعض الأسماء الخبرة خد بالك في 98 اتهاجم كابتن جوهري هجوم شديد على اختياره المين؟ لحسام حسن على أساس أنه لا يصلح لقيادة مصر في البطولة دي ورغم كده كانت البطولة بتوقيح حسام حسن وحزم إمام بافتكر كان صاحب باصمة واضحة جدا وقدر حسام حسن أنه يحصل على رقب هداف البطولة ويقود المنتخب الوطني أن يحقق اللي في الوقت ده كان بيتقال عليه مستحيل وترجع كتيبة الجنرال الجوهري بكاس أفريقي على حساب مين؟ على حساب أفيال كوديفار اللي كانوا بجد في الجيل ده أفيال بمعنى كلم مباراة كانت عصيبة جدا قدر منتخبنا الوطني أنه يحسبها لصالحه بضربات الجزاء ليه بافتكر التاريخ؟ لأن في التاريخ كتير من الدروس المستفادة وبيتهالي أن كابتن ديا وكابتن محمد شوقي وكابتن حضري ممكن يتفرجوا كتير قوي على كل المطشوات بتاعت المنتخب في البطولة دي لأن المنتخب الحقيقي خد البطولة من أنياب الأسود النهاية طبعا جمع بين مصر وبين جنوب أفريقيا في الوقت ده كانت جنوب أفريقيا حامل اللقب ووصلت معنا للمباراة النهائية هدفين هدف تاريخي سجله أحمد حسن طبعا بتصويبة من نص الملعب وهدف تاني من لعبة متفق عليها واحد من أحلى الكرات السابتة اللي تعبت في تاريخ الكرة الأفريقية سجله طرق مصطفى وفازت مصر بهدفين مقابل لشيء بالمباراة النهائية ورجعوا أبطالنا ببطولة أمم أفريقيا ليه بفتك البطولة دي؟ لأن فيها كتير من التشبهات ظروف المنتخب أحوال المنتخب قدرات المنتخب في مواجهة عملقة أفريقيا بتقول أنه مش أحسن حاجة ممكنة وأن المنتخب والعروض اللي أقدمها في مدور المجموعات لا تؤهله أو لا تطمئن جماهيره على أنه المنتخب ده قادر على حصد اللقب لكن من لحظة دي ومن مباراة كودي في فور اللي جاي أنا بشوف أن لو طبعا ربنا يهدي مستر كيروش يعني ما يطلع لنشبه واحد من اختراعاته أنا لو بتكلم فيه لو مشينا في حدود المعقول والمنطقي والمتفق عليه لو لعبنا كورتنا وقدرنا أتعامل مع كل مباراة على حدة على أنها مباراة بطولة في حد ذاتها أنا شايف أن المنتخب المصري رغم كل الفوارئ ورغم العروض القوائج جدا اللي أقدمها منتخب كودي في فور احنا شفنا آخر مباراة ليه مع حامل اللقب الجزائر قد إيه منتخب قوي منتخب شرس منتخب عنده مصادر خطورة في كل خطوطه متعددة جدا ولكن شايف أن المنتخب المصري يقدر يتفوق أو يعدي منتخب كودي في فور سهل مشوار بعد كده مش هيبقى سهل قوي يعني منتظر لو إن شاء الله تخطينا كودي في فور غالبا غالبا هلعب المغرب ولو تخطينا المغرب غالبا غالبا طوقعات يعني ممكن نقابل الكاميرون ودقه ده طبعا مشوار صعب لكن في النهاية اللي عايز يفوز اللي عايز يبقى بطل اللي عايز يبقى حامل لقب لابد عليه أنه هو يواجه الكبار فكرة أنك أنت تلعب مع المنتخبات أو القرعة تخدمك هتخدمك مرة هتخدمك مرتين لكن مش هتخدمك على طول كل التحية قبل منسى وهنتكلم طبعا على مطش مصر وكودي في فور اللي جاي اشتركوا في القناة